بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى رجعنا اليوم الحد ورجعنا لبيوتنا نبص عليها ونتأمل فيها عشان ننتقل من التوافق إلى السعادة بصينا في البيوت لقينا شوية ظواهر كده في ظاهرة ظهرت أول النهاردة والنهاردة نتكلم على حالة استمرت كتير بس لازم نتكلم عنها النهاردة ظاهرة بتختلف في البيوت لكن هي موجودة احنا مرة اللي فاتت اتكلمنا وتكلمنا كتير عن ظاهرة زي زواج مثلا الخدمات لكن النهاردة هنتكلم عن زواج تاني خالص بيحصل في البيوت اللي هنتكلم عليه النهاردة ان في بعض البيوت بيبقى فيه ناس ما بيتقابلوش غير صدفة احنا النهاردة هنتكلم عن ظاهرة بتختلف عن الزواج الفندقي اللي ممكن نكون اتعرضنا له وشرحنا انه الزوج بيكون فيه مؤتمر البيت عبارة عن فندق بيروح له علشان ياكل ينام يستمتع يستمتع يرتاح له شوية وبس لكن لا تربطوا باهل البيت ده صلة ولا هو يعرف اهل البيت ده هو مين لكن لا تربطوا باهل البيت ده اي شكل من اشكال العلاقة الزواج ده بيختلف عن الزواج اللي هنتكلم عليه النهاردة ده الزواج اللي هنتكلم عنه النهاردة ده نوع تاني من الزواج احنا بنسميه زواج المناسبات او زواج الوك اند او انا عارف ان بيقى فيه زواج اسمه زواج الوك اند وبقى الناس بتتجوز مش عايزين من بعض حاجة غير ان هم هيقضوا وقت مع بعض في الاجهزات لكن اعضا بنتكلم عن ظاهرة وهو زواج المناسبات والوك اند يعني الزوج بيكون لمدة كام يوم في الاسبوع وبس الزوجين مستقلين بحياتهم تماما وما حدش بيتدخل في حياته التاني وما حدش من حقه يعلق احنا بنكلم على اتنين قاعدين في البيوت مع بعض وما حدش بيعلق على تصرفات التاني كان هم اتنين اغراب اتنين عزاب بالزبط وبتقابلوا صدفة يعني ممكن يتقابلوا في الصالة كده هم مماشين مع بعض يتقابلوا صدفة ويرجعوا ويتفرقوا تاني يتقابلوا في مناسبة عائلية يتقابلوا في مناسبة تانية ممكن يتقابلوا في الاجازات وهم مسافرين مع بعض في الصيف دلوقتي كل حكاية انه هم بيتقابلوا من في الاسبوع وكل واحد منهم يرجع لمكانه يرجع لصومعته وليحياته طب ايه اللي بيخلي الناس تلجأ للنوع دات من الجواز ايه اللي خلي الجواز في البيوت بهذا الشكل فهم مغلوط للاحتياجات اول حاجة بتخلي الناس تلجأ لهذا الفهم المغلوط للاحتياجات ان الاحتياج نقص وانا محتاجي ان انا اشبه الاحتياج بتاعي الناس اللي بتتجوز بالطريقة دي بيختزر الجواز في ايه اشباع الشهوة والاحتياج العاطفي او الجنسي فبيروح يتجوز للهدف ده بس طب ليه مش بيتجوز جواز طبيعي ويعيش مع شرك حياته بشكل مستمر عشان السبب التاني تجارب الزواج الفشلة ان الشخص ده ممكن يكون مر بتجربة بتجربة الترتباط او زواج فشل وده ادى لضعف ساقته في الناس وفي العلاقات فيفضل انه ما يدخلش في علاقة الزواج الطبيعية عشان ما يتعرضش تاني للفشل فياخد من الجواز اللي هو محتاجه وبس وبس وبيظن كده انه بيحمي نفسه من الفشل والخسارة سواء المعنوية او المادية بس على فكرة هو حاكم على نفسه ان الجواز ده فاشل لان الجواز دي مفهوم واحد بس الجواز بيساوي حياة كاملة اي حاجة تانية دي ده شكل من اشكال الحكم على ان الجواز اللي هو الحياة اللي بيعمل سعادة وبينطرق من توافق فاشل منقدرش نعيشه الحاجة التالتة يبقى اول حاجة قلنا ببساطة خالص اختزال مفهوم الجواز في الشهو تاني حاجة ببساطة خالص التجرب الفشلة تالت حاجة الطموح الزايد في العمل وعدم التوازن بينه وبالنحيا الشخصية هو عايز يتفرغ لعمله بس في نفس الوقت خايف من المجتمع او خايف يغلط فيروح يا من ده وده للأسف بقى موجود عندنا سواء عند الرجالة وكمان بقى عند الستات فبنلاقي نمازج منهم مهتمين بشغلهم بشكل كبير جدا 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 مش مهتمين بالحياة الشخصية والعلاقات بنفس القدر هو شغلهم اهم حاجة فبيكون كل همهم طحية النجاح والتقدم في العمل فبيكرس وقتهم للشغل ومش عايزين يكون عندهم اي شيء يشغل يشغلهم عن انهم يحققوا اطموحهم ولا هم مستعدين على فكرة يشاركوا نجاحهم مع حد ولا هم مستعدين انهم يشاركوا حياتهم مع حد وكمان السيدات بقت بتشعر ان الجواز هيعطالها عشان زواجها ممكن يخليها في حياة يرفضها زوجة يرفض الشغل او يطلبها بالقيام ببعض مسؤوليات البيت والاطفال وده هيعطالها عن النجاح ويحصلت الناس بعد كده عارفين قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ويحصلت الناس لما بيوصلوا لسن معين ويحتاجوا لأولاد او يحتاجوا لحياة كاملة فيبصوا يلاقوا انهم محققوش ده على فكرة خسارة البناء الدمين انهم يحسوا انهم محققوش اعمالهم مش بس من محققوش اعمالهم بانهم ينجحوا او يكسبوا كمان محققوش اعمالهم الانسانية يجي بقى الهاء يجي السبب الرابع بقى الهرب من المسؤولية بعض الرجالة وبعض السيدات برضو بيخافوا من فكرة مسؤولية البيت والأولاد فبيحسوا حياتهم هتسلب منهم وشكل حياتهم هيختلف لو تجوزوا ويضطروا يقوموا بمسؤوليات هم مش عايزينها ومش قادرين يقوموا بيها في توقعه انا عرف ناس لما بأول ما الست بيجي لها حمل بيفكروا في الاجهار لان هم خايفين من مسؤولية الاولاد خامس سبب البحث عن الحرية والخصوصية بعض الناس بيعتبروا ان الجواز بيسلم منهم الخصوصية والحرية وده طبعا مفهوم خاطئ لان الناس ما بيبقوش مندربين ولا فهمين يعني اي جواز وبيخليهم مقيادين بشرك حياتهم وبزياد السيدات بتخاف عنها من تحكم الازواج تحكم الرجال وبيخافوا انهم يمنعوا من اشياء كانوا بيحبوها ويخلوا حياتهم مخنوقة فبيرجعوا انهم يتجوزوا جواز الوكي اند ده والممكن نقول عليه جواز بدوام جزئي يعني بار طايم كل الاسباب دي بقى نبع من مجموعة مفهوم مغلوطة لازم نقول كده ان كل الاسباب دي نبع من مفهوم مغلوطة عن قيمة الزواج فللأسف ناس كتيرة ما بقتش فهمة ان الجواز قيمة كبيرة وبدخل مجموعة من القيم زي المودة والرحمة والتفاهم والتعاطف والسند فالجواز اساسه هو بناء الاسرة سواء الاسرة دي فيها اولاد او فيها الزجن بس فالاسرة هي اصل مجتمع وتماسكه متوقف على الحفاظ على الاسرة ولزي كانت الاسرة نعمة من نعم ربنا ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواج لتسكنوا اليها واجعل بينكم مودة النورحمة فيه ناس كتيرة اعرفوا من جوزين بيقولوا يا رتنا نتجوز جواز الوكي اندي ده عشان نبقى مرتاحين يا دي مش راح هو ده انسان بقى انسان بشكل جزئي فبيفكر ان حياته كده هتبقى سعيدة بس هو في الحقيقة زي بس ضبط واحد بيحس ان اهم حاجة اجيب فلوس واعمل شوبينج فمتصور ان هي دي الحياة زي برضو واحد متجوز وحاس ان الجواز بس يجلب عليه الراحة العاطفية او الراحة الجسدية فاللجوء الى ده بعض الناس في ازواج بوك اند بيكونوا مصابين بالفردانية هو حاسس ان الحياة لازم تدور حواليه فكل واحد بيدور على مصلحته واللي يريحه واللي يسعيده ومش فاهم ان الزواج ده علاقة ما بين اتنين مش واحد لوحده فمنفعش الواحد يفكر في نفسه بس ولابد ان هو يفكر ازاي يكون هو السر من اسرار سعادة اسرته وسر من سعادة زوجته وهي كمان تفكر بنفس الطريقة وفي المناسب للانسان ان هو ازاي يكون في النحن مش في الانا مش انه يفكر بس ايه المناسب ليه ويبقى عايز الطرف التاني يستجيب ليه وبس زواج الوك اند لو استمر احنا مش هنلاقي مجتمع لانه بيقدر كوارث في المجتمع وخاصة لو كان مجتمع زي مجتمع المصري ايه الكوارث دي؟ اول حاجة تراجع وقيمة الاسرة انا عايز اقول لكم حاجة انا ليه بكلم في الحياة دي؟ احنا الحياة اللي احنا الواقع اللي احنا بنعيشه واقع بيساعد على تآكل مفهوم الاسرة انا بقول لكم ان احنا انا راصد عزوف الناس عن الجواز اذا كان واحد بيقول لك اذا كان الجواز هايبقى وك اند يعني ما انا ممكن في الوك اند اعمل حياة كتيرة ومتجوز وعشان ده بيقلل من ايمة الجواز ومع اني الاسرة مهمة جدا جدا وعشان كده قبل كده اكلمتكم عن الفايف اندز انه منهم الاسرة ولما بتتراجع قيمة الزواج بيتراجع قيمة المجتمع ولما بيختصر الزواج في تربية الاحتياجات فبالتالي ايه اللي يحصل يباني انه اختياره سهل لانه زواج بيلا مجهود انا مش هعمل حاجة وعلب احتياجاتي في جواز الوك اند بقى اتجوز الجواز التقليدي ليه واعمل اسرة ليه واقيد نفسي ليه فمع انتشاره ده هنلاقي بعد كده مفيش اسر الاسر بتقل ومفروض ان الكل يدور على اسباب نحاول بين خلالها نبعد تراجع قيمة الاسر لكن كل الناس لو عملت كده هيقدي ذلك الى تراجع قيمة الاسر ولما يحاول يشوف الحلول ما يلاقيش حال الامام بخاري بيروح عن عبدالله ابن عمر ابن العص رضي الله عنهما قال انكحني ابي امرأة ذات حسد فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعليها يعني سيدنا عمراء بن العصر بيسأل مرات ابنه عبدالله عن احوالهم وعن ابنه عبدالله فتقول نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا ولم يعرف لنا فراشا موز قتيناه فإيه اللي حصل فبتسني عليه في الاول ثم تقول لحملاته ان ابنه بينام بعيد عنها اه دي مشكلة والمشكلة دي تتطلب مساعدة فإيه اللي حصل فلما البيوت تبقى الناس بعيدة عن بعض يبقى احنا داخلين على مشكلة فلازم مشكلة دي تتحل تاني حاجة هيقدي فيها من الكوارس دي بقى مع زوجة اللي كأنت تراجع بناء الإنسان الأسرة هي المحضن الأساسي لبناء الإنسان عارفين ليه الله سبحانه عليه قال وبالولدين إحسانة عشان لما هم الأولاد يتعاملوا بإحسان يبقى المحضن بتاعهم مليان إحسان فلو عازف الناس عن الزواج اللي بيكون الأسرة هيتراجع بشكل كتير بناء الإنسان فلو حصل إنجام من خلال الزواج لوك إنت مش هيكون عند الأطفال دول محضن لتربيتهم على القيم الأساسي ولا يمكن أن ننتظر أنهم يكونوا بناء أدمين متزينين أو عندهم سلامة نفسية ولا ننتظر أن تكون منظومة القيم منظومة قيم حققية النتيجة التالتة هيخرج لنا أجيال هشة وكناديجة لتراجع قيمة الأسرة وبناء الإنسان على أن نلاقي نفسنا أمام أجيال هشة نفسية ودينية واجتماعية وقليلة المهارات الحياتية لأن كل ده أشياء بيكتسبوها من خلال الأسرة والأهل والعلاقات وعلشان المعنى ده تيجي وسيط حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على ابنته السيدة أم كلسوم فوجدها تخسر رأس سيدنا أصمان رضي الله عنه يا سلام فقال لها يا بنيتي أحسني إلى أبي عبد الله فإنه أشهب فإنه أشهب أشبه أصحابي بي خلقا يبقى حضرت النبي قال لها إيه اهتم بجوزك اهتم بجوزك ليه لأنه أشبههم إليه بي خلقا طب نعمل إيه الناس المجاوزين يوك أندي خلاص يفضوها سيرة لا تعالوا مع بعض كلنا إحنا كمجتمع وإحنا كأسرة نعمل إيه نصحح المفاهيم الزوجية محتاجين نوعع الناس بشكل أفضل بحقيقة الزواج والقيم اللي بيضيفها لنا ومنعيش بها في الجواز عشان نكون أزواج صالحين عايزين محتاجين نقول للناس خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي هقول لكم أول حاجة قبل ما تقول إن الجواز ده عيد عليها بخسارة شوف قدي إيه أنت كنت سبب الخسارة دي قدي إيه أنت ما قلتش كلمة حلوة في وقتك أنت لازم تقول فيه كلمة حلوة قدي إيه كنت إيه أنت محتاج تحتضن زوجتك وإنت ما عملتش كده وعشان كده عشان نصحح المفاهيم عشان مش كل البيوت تبقى مليانة بزواج الوكينت نرجع تاني نقرب من بعض نقرب من بعض في الكلام نقرب من بعض في القعدة نقرب من بعض في الاهتمامات نقرب من بعض كمان في الحوار إحنا نحتاجين على الأقل لنقعد مع بعض كل يوم نصف ساعة نتكلم مع بعض ونعرف كمان إن إحنا لابد بشكل واضح إن إحنا نهتم بمعرفة بعضنا وعشان كده لازم لما نكون نتكلم مع الأخواننا المقبولين على الزوج لازم نهتم إن هم يعرفوا بعض كويس ويعرفوا سمات شخصياتهم عشان يقدروا يتلحموا ينتقل كل واحد فيهم من الأنا إلى نحن لازم نبني مع بعض أسرة صحية ونغير مفاهمنا نغير مفاهمنا على فكرة الشطرة مش إنك إنت تبقى قوي إن إنت تتمسك بمفهومك حتى لو كان مفهومك بيؤدي إلى السيطرة والاستقلال بالطريقة العنيفة المتوحشة فيه استقلال عنيف متوحش وفيه استقلال محترم الاستقلال المحترم أن كل واحد فينا نعم يبقى له خصصيته لكن في نفس الوقت يبقى مفتيح نفسه لشريك حياته عشان يلتلحموا مع بعض ويكونوا المولود الجديد اللي هو اسمه الجواز تاني حاجة لازم نعزز الترابط الأسري ونحل المشكلات ما نستناش إن المشكلة تتفاقم عايز أقول لك حاجة خد نفس وابدأ في حل المشكلة لما المشكلة تقع ما بقولكش ادخل على المشكلة وانت عصبي لكن خد نفس بس إياك تسيب زوجتك تنام زعلان وإياك تسيب زوجك وبيت زعلان لازم تحل المشكلة وبسرعة ما ننامش غيره وإحنا محلين المشكلة أي حد عنده مشكلة زوجية ما ينفعش يسكت ما ينفعش يسكت وما ينفعش كمان ما يبدرش ويقول أنا عامل إيه أصلا ما فيش فايدة لا فيه فايدة عارف الفايدة من مين؟ من عند ربنا ولابد إن يتوجه للمختصين عشان يحلوا مشكلة لو عجزنا لإن حياة زوجية غير مستقرة مش بس بتأثر على الزوجين لا دي كمان بتأثر على الأبناء ونفسيتهم ممكن بعد كده تخليهم يعزفوا عن الزواج أصلا أو يعيشوا بترمات ما يقدروش حلوها يبقى على طول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نعمل إيه؟ نسأل وإحنا جاهزين إن إحنا نكلمكم وجاهزين إن إحنا نتعامل مع كل مشكلتنا دي لإن إحنا مش هنسيب أبدا الأسر تتأكل بهذه الطريقة أنا بادعو كل الناس المتخصصين يزيدوا اهتمامهم بدراسات الإرشاد الزواجي ويتيحوا نفسهم عشان يتعاملوا مع ده وبالله عليكم اللي ما عرفش يسكت اللي ما عرفش في حل المشكلات الزوجية يسكت إنما شفاء العيي السؤال ولا تقفوا ما ليس لك بياه علم إن السمعة والبصر والفؤاد كل أولئك كل أولئك كان عنه مسؤولة فلو سمحتوا اللي ما عرفش يسكت لإن اللي بيحصل من المبالغات في التعرض لمشكلات الزوجية يفسد أكثر مما يسلح يبقى روح للمتخصصين لحق ومنسيبش مشكلات التتفاق يبقى نبادر ومنسيبش منبتش نايمي ما ننامش وفي مشكلة ويبقى اتفاقنا لو ما حدرناش حل المشكلة هنروح للمتخصص تالت حاجة التأهيل للأسري بقى لمساعد أولادهم المقابلين على الزواج كل زوج وزوجة إيه عندهم عريس وعروسة مقابلين على الزواج لازم يتأهلوا عشان يدعموا أولادهم وكل زوج وزوجة عندهم مشاكل يتأهلوا برضو أنا بادعو بشكل واضح وأنا بعمل كده إن يبقى فيه تأهيل المقابلين على الزواج وفيه تأهيل الأزواج لحديث الزواج وتأهيل للي عندهم خمس سنين جواز وتأهيل للي عنده سبع سنين جواز هو إحنا بنجدد الرخصة بتاعت السوقات العربية يا جماعة إحنا لازم نجدد معرفتنا بالجواز لأن إحنا وفي أول الجواز في مستوى نضج لكن بعد خمس سنين بيبقى محتاجين مستوى ده أندق بعد سبع سنين محتاجين ده بعد عشر سنين محتاجين ده خمس تاشر سنة وإحنا في عز قزمة منتصف العمر محتاجين نتدرب وسلمنا ببقى مخضرمين وخلاص أولادنا اتجوزوا أو أولادنا بيشتغلوا محتاجين نعرف إزاي نهيش كأزواج في دورة جديدة للحياة إحنا محتاجين نفهم إن الجواز حياة وكل مرحلة من مراحل جوازنا محتاجة مهارات مهارات الناس هم مجاوزين عشرين سنة غير مهاراتهم هم لسه في سنة أولى جواز لازم نتدرب وعشان كده لازم الناس تاخد دورات تدريبية ويتأهلوا عشان كمان مش بس إنه أصبح زوج وقب أصبح زوج وقب لمراهق أصبح زوج وقب بس هو زوج فإزاي يقدر يحافظ على اللقاء اللي بينه وبين زوجته وما يبقاش أنا نعم لما بتجيدي في الشهد الزوجي بيبقى فرحان إنهما بيقولوا إن فيه حبل مسكين فيه وهو الأولاد بس ما ينفعش الحبل ده تيفضل هو المسكين فيه لازم الأولاد تفكرهم إنهما أزواج لازم نرجع ونقعد مع بعض ونبص على المشترك فينا لازم نتكتر حبل المشترك اللي بينا ده عشان نقدروا يدعموا أولادهم ويخلوهم مقدرين على الاختيار السليم والتعامل السليم مع حياته يا سادة إحنا أنا مش هسكت على كل زواهر السلبية في حياتنا الزوجية مش هنتقابل مع بعض صدفة في الصالة ولا هنخرج مع بعض لما نكون فضيين إحنا هنتعمد نعود مع بعض هنخصص وقت نعود فيه مع بعض مهما كان الكلام هيقلمنا هنسمعه ونخفف منه مهما كان القعدة مع بعض ما فيهاش حاجة إحنا شبه بعض فيها هنصنع المشترك مع بعض في حيات كتيرة للناس لما بتعود مع بعض بتكتشف إنهم مش هبه بعض فيها بس يعودوا مع بعض يعودوا مع بعض وخرجوا مع بعض ولو مر في الأسبوع ويا سلام لو تمتنوا البعض كمان ويا سلام لتعبروا عن حبكم لبعض كل ده مش هبقى الجواز مش هبقى تقيل علينا الزوجة يبقى نعمة ربنا هيبقى جنة في الحياة وبيدخل بيها الإنسان إلى أوسع من أوسع أبواب الجنة لما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي اللي عايز يبقى مع حضرة النبي يتحول من الزواج المنقوص ده الزواج اللي ملوش طعم إلى زواج يشوف فيه جمال حضرة النبي يا جمال حضرة النبي لما ناس تتجوز ويفهموا قيمة الجواز ويعرفوا أن الجواز ده نعمة وأن النعمة دي تخليك عايش في نعيم من رب العالمي يا رب وفقنا ويسر لنا أمورنا احنا مش هنخاف هنواجه مشاكلنا وإحنا عارفين أن أنت معانا يا مولانا ومددك واصل بينا ونستمر في معالجة كل مشاكلنا بعد الفاصل نلتقي بأسئلتكم المباركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بينامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة ويفضل الجسر مفتوح ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يذكرنا عنده سبحانه وتعالى بمجالس العلم اللي احنا بنجلسها مع بعض وخاصة المجالس اللي احنا بنتكلم فيها بتتكلم في صلب حياتنا وإزاي ربنا سبحانه وتعالى بينام علينا بالنعم وإزاي نستثمر حياتنا دي وخاصة لو كانت في المكان اللي بيفتح لنا باب الخيرية وهو باب الأسرة يا رب وفقنا وعينا على ده ونشوف الأستاذة أمينة أستاذة أمينة من سهاج أستاذة أمينة السلام عليكم أيها يا أستاذ أمر إزاي حضرتك ثمان يا أستاذ أمر آه الحمد لله أنا كل عاصق سني ثمانين سنة يوم يا يوم من دي لسه شابة يا حبيبي ليه ثمانين سنة وتعلمت الصلايا وأنا في رابعة ابتدائي بس ما نعرف نجرة غير هنصلي بالفتحة والتحيات بس ونصلي الفجر حاضر واللي ذرق واللي يد التعبان وقلنا التعبان نوش عشانه ما نمسيش غز بالخير ييجي الخير مببط علي يا أمي طيب يا حجة 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 أمنة كم مرة الواحد بيجي له الجمال ده والحلاوة دي هذا اللي قال عنه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لو لا شيوخ الركع وأطفال الردع وبهام الردع لا صب عليكم العذابة صب هؤلاء الناس اللي بنتحمي بيهم يا ستة أمنة والله أنت على دماغي من فوق والله يكرمك على هذا على هذا الجمال اللي أنت بليت بيه قلبي ربنا يسترك ويجعل ده في ميزان حسناتك ويجعل محبتك دي تكون شفيعا يا رب يا رب اللهم إني أتشفع عندك حب السيدة آمنة عندك يا رب العالمي يا رب طيب نروح للأستاذة نادا أستاذة نادا أستاذة نادا حضرتك تفضلي سعوانيكم زي حضرتك كل سنو حضرتك طيب أولا بحقي حضرتك جدا على موضوع الحلقة ده لأنه هو فعلا موضوع مهم جدا جدا يعني أنا مش عارفة مفروض تكون فيه زي جهة مثلا الناس تتصل عليها أو توعيهم زي ما حضرتك قلت يعني تفضلت وقلت لأن للأسف معظم الشباب دلوقتي بيتجوزوا هو فاكر خلاص إن هو تجوز عايز يجي يلاقي الأكل يخش ينام مالوش دعوة بمراته ما يتكلمش معاه في حاجة المشاكل حضرتك تفضلت وتكلمت فيه فأنا متجوزة بقى لي تمان سنين طيب في خلال التامن سنين دول جوز يسافر ورجع وجيناه معنا طفلين في الحقيقا هو ما بيشاركش في أي حاجة خالص مش عايز يتكلم في أي حاجة خالص لما بتحصل مشكلة ما بيتكلمش طبعا نهائي فيها طب طول ما إحنا كويسين طول ما إحنا ما بنتكلمش طب ليه ما بيحصلش كلام لأ الموبايلات طبعا دخلت يعني خرابت حياة ناس كتير طول الوقت الناس قاعدة مسك الموبايل في الحمام داخلين مسك الموبايل في كل وقت داخلين مسك الموبايل طب أنا أحنا مشكلة إزاي طب تعالى نتوجه إن إحنا ندخل حد ما بيننا لأ مش عايز أدخل حد ما بيننا يعني سؤالك إيه أستاذ ندى وساعدك إزاي سؤالي من ضمن الأسئلة معلش هو برضو سؤال محرج أنا أسفى شوية يعني شو الدين؟ إن أنا زوجي فضل أكتر من سنتين بينم في غرفة لوحدة طب ماسك الموبايل طب إزاي طب نحل طب معرفش إيه يعني أنا أسفى معلش حتى العلاقة الحميمية مافيش كل كم شهر مرة طب كل شهر مرة طب أنا أقولك أنا أقولك حاجة أقولك حاجة لو كان دوا ده السؤال حددك بص يا أستاذ الندى إحنا في حاجة اسمها أعباء الغربة أنا ما بحبش خالص إن وده هيظهر كتير وأنا أقولك كلام ده بكل جرء أنا أنا دي صنعتي يا ناس دي شغلتي أنا عايز أقولكم إن في حاجة نتائج والغربة هتكتر كتير على الناس بالله عليكم اللي النوع هيتغرب ياخد أهله معاه ما تسيبوش أهلكم اللي يتغرب ياخد مراته معاه أنتوا فاكرين إن الغربة بس بتخلي الناس تحس ما بيشاركهاش في الحياة لا اللي بيتترك في الغربة بيتقسم نصين أنا أكلمكم دي شغلتي الزوجة لما بتتساب بتتقسم الزوجة مش بس أم العيال الزوجة مش مديرة منزل الزوجة إنسان ومش لما أقولك إنسان تفهم إن هي أنثة محتاجة علاقة خاصة بس بالمناسبة العلاقة الخاصة عند الست ليها معنى غير علاقة الخاصة عند الراجل علاقة الخاصة عند الست معناها الاحتواء بتحس إن هي امرأة كاملة ودهوة مش ببالغة ده أنا بقى سكر للحال ومش معنى كده إن هي ما بتبقى سعيدة بتبقى سعيدة بس بتبقى سعيدة من مدخل تاني فلما الناس بتساب هي بتحس إن هي مش امرأة ليه مش امرأة؟ ما بتاكل وبتلبس وبتتشيك وبنجيب لها فلوس وبندلها كذا ويزاد بقى المسألة إن هي المرأة بتحب الكلام لإن يا المرأة تبحث وفيه الكلام يعني الأمان رجالة ما فهموش كده لازم الرجالة يفهموا كده إن هي مش بتتكلم عشان ترغي وإذا هي ابتدت ترغي بقى هي لغاية دلوقتي ما لقيتش الأمان اللي عايزها في الكلام واحد يقول لي يعني أنا أقول لها اللي هي عايزها لا أقول لها اللي يأمنها هي بتحب إن الرجل يبقى برضو شخصية يبقى جذاب يبقى ليه رأي بس فكر وإنت بتكلم معاه ما ترميش الكلام كإنك زهقان ترمي لها الكلام في وشها ما هي بنا آدم نصحتي لسيدة نادا لا تكرروا مسألة الغربة دي مرة تانية ونصحتي لحضراتكم اللي أنتوا لازم تتكلموا مع بعض كتير طب نصحتي الأساسية لازم نصر على إن إحنا لإن واضح إن الوضع محتاج تدخل المتخصصين زي ما قلنا في الحلقة لازم يتدخل هنا المتخصصين إن هم اللي هيقدروا يحلوا هذا التعقيد وهذه الخشونة لما بيحصل في بعض الأحيين بعض المتاعب في المفاصل لازم يتدخل الدكتور ويهزب الغضروف في غضروف كده في عملية لازم تحصل عشان ما الناس تقدر تمشي الحياة تقدر يقدر الإنسان يمشي بحق بطريقة طبيعية حضر التنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما شفاء العيي السؤال لو بتسأليني نعمل إيه؟ احنا محتاج منه متخص كل ما تتكلم معاه كل ما يحصل المشاكل يبقى الحل هو إيه؟ يدخل المتخصص عشان يرجع المسائل إلى طبيعتها وخاصة أنه هيحتاج يعمل حاجة بنسميها التعديل المعرفي السلوكي لازم فيه مفهومة يتغير عشان يتأثر في تعديل السلوكنا نعم أستاذ زينة بتتفضل السلام عليكم عليكم السلام عليكم كاتو عايزة سؤال حضرتك يا دكتور تفضلي يا أستاذ زينة السؤال الأول حضرتك أنا كنت بصلي بصلي فروض وبالسنن وكنت بصلي وموذبة على الصلاة وكنت بحث بروض وأنا بصلي دلوقتي بصلي الخرد بالعافية وحس أن أنا بعمل عادة مش عبادة ومساء السؤال التاني بل يا دكتور عما هتي حسن أن أنت مظلومة؟ لالالا لا سؤال أنت حسن أنت مظلومة ولا أولي لي أيها أو لا لا أنا مش مظلومة أنا مظلومة ليهم لا مش مظلومة السؤال التاني أولي لي طيب سؤال التاني السؤال الثاني حضرتك انا بحفظ في القرآن حضرتك سورة البقرة الحمد لله بسمعك الله انا عمران والنساء انا حظاهم بس مش مربوطة ببعضها لازم اقلي بالصفحة لازم احد يقول لي كلمة عشان اجي اقر الصفحة بعد انا اعمليه دكتور عمر بقى طيب اقول لحضرتك تعملي ايه اول حاجة انت دلوقتي الشكوى وكأنها شكوى ايمانية في ما يسمى باجراءات الايمان انا بسميها كده اجراءات ايه ازاي نعمل حاجة دي انت يا حديك بتقول لي انت كان عندك حضور في الصلاة ودلوقتي الحضور مش موجود في الصلاة نعمل ايه ادي مومة ادي مومة طب بيحصل فترات في الصلاة ليه عشان نتعلق بالله سبحانه وتعالى مش نتعلق بالحالة اللي في الصلاة فداومي لان الله سبحانه وتعالى يحبه من عمله ادوامه وانقل ولذلك لا تترك الصلاة فلو اما ما يرزقك الله سبحانه وتعالى في صلاة اللي حضورة فيها حضور مع الله سبحانه وتعالى فتتحول الصلاة إلى باب واسع للصبر وباب واسع للثبات وباب واسع كمان لمحبة الله سبحانه وتعالى استمري استمري لكن أنا أقول لك على حاجة لو عرفت تعمليها هتبقى حاجة لطيفة ادخل كل صلاة بمعنى يعني أنا دلوقتي دخل الصلاة وحاسة أن أنا عايزة أقرب من كلام ربنا فأنا أدخل الصلاة ونفسي أقرب من كلام ربنا فده هيغير ويخلي الصلاة عندك أكتر وصولا وأكتر وصلا الحاجة التانية أنت تسألتي في مسألة اللي عندك ده تشيء طبيعي طب تعملي إيه اقرأي في النوافل من المصحف اقرأي من النوافل من المصحف من أهل عمران والنساء هيحصل بإن شاء الله خير وهيحصل إن شاء الله تيسير يبقى الحل هو إيه اقرأي في النوافل واعتادي القراءة في النوافل فإن لا يحصل هيغسر عليك ربنا سبحانه وتعالى وإن شاء الله تكون المسألة يا إسيرة وكمان لما تيجي ترجعي رجعي خمس آيات خمس آيات خمس آيات خمس آيات وخاصة في آل عمران نعم أستاذ جابري تفضل السلام عليكم يا شيخ أنا بنحبك يا شيخ صراحة والله والله أحبك يا حجيب والله يحبك أنا دلوقتي كان حصل مشكلية فيلي وبين أخوي أخوي ده اعتبر كبيري وكبيري وولدي طيب وقلت له دارك تكون متحرام علي أنا ليه ثلاث سنين دلوقتي يا شيخ ما غشيتش دارك وزعب ومحترق أن أنا أروح له زياج وإيه طيب أنا بكلمه ادخلت طيب أنت قلت له يا حجيب قلت له يحرم علي دارك أنا قلت له يحرم علي دارك معيتي داخلها وطلعت من داره ما يعي فأني دلوقتي بعد على داره وما بيخذ شهاش طيب عشر خطر النهاردة فوت على داره النهاردة يعني خشي داره وشيخ خشي داره ولا فيه أي حاجة يمين يعني معلشي كباره ولا حاجة وأنت قلت والله تحرم عليك دارك تحرم علي دارك ولا قلت تحرم علي دارك أنا قلت تحرم علي دارك أنا قلت تحرم علي دارك أنا قلت تحرم علي دارك ولا حلفت ولا عملت أي حاجة روح حلطو روح ما حلفتش يمين يا الله روح النهاردة دلوقتي انت ومعد على الدار ايه و هتخلي قلبك كده قلبك كده يأسى يا حاج ده اللي بحتبر أبويا وفويا يعني خش دار وشيخ معلاش شفارة خش ومعليكش أي حاجة يلا توكر على الله حاج جابر شاكريني يا شيخ عامر شاكريني يا شيخ مع الشيخ الله يعزك حاج جابر ربنا يحفظك أستاذ سامية معاك سلام عليك يا دكتور وعليكم السلام ورح تلقى بركاته الدكتور عامر انا بحبك في الله جدا ببنا يحفظك ويزيدك نور وبركة وفضل ونعمة ومدد دلوقتي انا ام لثلاث ولاد كبار مهندسين وده كافر طيب حصلت مشكلة ما بيني وما بين ولدهم وهم حكموا علي بالطلاق هم اللي حكم هم اللي حكم بصفة ايه المهم ايه انا اعتذرت لهم على الغلطة دي وانا قلت لهم بني وبن ربي شهيد ووكيل يعني انا حمشي معاكو بما يرجي الله هم رحت العمرة ومشي في طريق الله وبروح دار مسنين ويعني بما يرجي الله المهم اننا انت بتروح دار مسنين انت تعودي فيها لو بتروح دار مسنين عشان عشان تزوري الناس اه تزوري الناس حلوة حلو مصارح الخدمة دي ربنا يباركلك فيه تفضلي رحت عمرة وعند بيت الرسول ودعيت ربنا كتير يا رب ربنا يتقبل اه وبعدين المهمة وصلت 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 جميع افراد العيلة كبير وصغير عالرجوع رجوع لابوه اه انا بقى لي كنا من شهر تمانية وانا منفصلة هم وهم ما حد بيجي خبط علي بابي ولا حد يقول لي انت فين هم بيبروني البنات ايه ازاي قال الله يتلمك وانا مش عارفة حل المشكلة دي ازاي طب سيبين اكلمهم بقى سيبين اكلمهم يعني بسوا يا جماعة كون حضراتكم بقى تلبسوا سوب الانقياء الابرار ما حدش يقول لي ما تكلمناش كده دي امكم اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها سبب لوجودكم ما ما حصل عملت كبيرة سرقت فلوس ابوكم عملت تعملته ده مش هيغير حاجة من ان هي امكم والصحابة فعلوا ووقعوا في دا وتابوا عايزين تعملوا ايه عايزين تعملوا في كون الله ان انتوا تخلوا الصمعة اهم من الامومة والابوة لا لأسف دا مش هينفع مش هينفع وقضى ربك الا تعبده الا ايا وبالولدين احسن لازم تحسنوا ليه اللي انتوا بتعملوه دا وقت قسوة وقسوة لا معنى لا مهما حصلته وما حدش يجي يقول لي تب ما احنا هنتصد بكم ونقولك عملت ايه عملت اللي عملته بسي تتابت تعملوا ليه تعملوا كده ليه تعملوا كده ليه اقولكم حاجة حد فيكم هيقدر يقابل ربنا لو ان حصل لها حاجة من قسودكم عليها هتقفوا اصد ربنا ازاي هي على حتى على لو انتوا شفتوا عملت معصية وما تلقش بمقام حضراتكم لك ربنا يخف الله اتقوا الله فيها اتقوا الله فيها هي مزارت حتى الان ام ولها دعوة ما ما حصل منها انا عايز اخلي البشر بس يبطلوا فكرة وصمة الانسان وتنجيس الانسان الانسان ما بتنجيس مدام بيحيا في ملك الله له ان يتوب عايزين تقفوا صدين بينها وبين التوبة ليه طيب يا سيدي انا معرفش باي حاجة انتوا حكمتم ان انتوا اطلقوها من ابوكم ولي افترض خلاص اطلقت على اقل ودوها لكن انتوا عايزين تخلصوا عليها يعني لا 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 ده لا دين ولا اخلاق ولا مجتمع يسمح بدا ده وكأني باسمع فيلم يعني ده ملوش دعو بالدين الله سبحانه تعالى مهما كانت اخطأتها ستظل امك مهما كانت اخطأت هي اللي ربتك يكون حضرتك وقلت بقى الخديعة والأسى والوجع وهي ويتابت المفروض ان انتوا حضرتكم اللي تحموها ولا ده الرجال هم اللي يحموها هم اللي يخرجوها من اللي هي فيه مش انه يكونوا عونا للشيطان عليها هتعملوا ايه لو ما قابلكم حديث رسول الله سلم لا تكون عونا للشيطان على اخيك فمن بالك لا تكون عونا للشيطان على امك فمن فعش رأيي مش رأيي الواجب اللي عليكم ان انتوا توقفوا جنبها ومهما كانت تقبل وتوبتها ولو كان فيه باب من ابواب الرجوع لوالدكم انتوا خلاص كبرتوا فحياتكم لازم ترجع تاني عشان دي امكم مش هينفع تتخلصوا منها ولا هينفع تسيبوها وهتتحسبوا عليها هتتحسبوا عليها مما عملت لابد ان انتوا تتقن الله سبحانه وتعالى فيها فاتقوا الله سبحانه وتعالى يا سيدة وبناسبة سؤال السيدة سامي انا دايما بقول على فكرة ان الهجرة وكل سنة وانتوا طيبين الهجرة الهجرة هي باب كل ما بييجي ويتفتح الباب باب الهجرة يتفتح باب تجديد الحياة يا سيدة جددوا حياتكم جددوا حياتكم بنور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وانوار الهجرة مليانة نفحات فيها نفحة اذ يقول لصاحبي لا تحزن ان الله معنا الهجرة مليئة بالمعية مليئة بالنور مازلنا في انوار الهجرة فتعالوا نتوكل على الله وناخد نفحات الهجرة ونبتدي بداية جديدة بداية جديدة ليس فيها الا مدد ربنا ليس فيها الا نور ربنا كل واحد في الهجرة يفكر ايه الحاجة اللي هيجدد بها حياته واول حاجة تجدد بها حياتك ان انت تتيقل من لطف الله تيقن من لطف الله سبحانه وتعالى وابتدي وسر سر انت مع الله اللهم انت الصاحب في السفر اللهم اننا نوينا ان نسافر في هذه الحياة وانت معنا يا مولانا فاللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل فيا من انت معنا في سفرنا اجعل سفرنا في الحياة لا ننتقل فيه الا من مدد الى مدد ومن سعد الى سعد ومن سرور الى نور ومن نور الى بركة ومن بركة الى سعادة ومن سعادة الى وصال اللهم يازى الجلال والجمال اجعلنا على الدوام من اهل الوصال على كل حال يا ربنا يا متعال اشتركوا في القناة